هاخد رأيك وتوقعك في المنطقة دي كابتن توقعك نتيجة تخلص في الوقت الاصلي ولا ممكن الامور تبقى فيها اكسرا تايم وضربات ترجيح من وجهة نظرك وهل ده ممكن يبقى موجود في زهن كيروش انه يوصل للمنطقة دي زي ما حصل في نهاية افريقيا لا نهاية افريقيا حاجة وكسر عالم دي حاجة تاني نهاية افريقيا حاجة وكسر عالم حاجة انا بتكلم لو سناغال كسب مثلا واحد سفر لو كسب واحد سفر انا لازم اهاجم انا بص انا لازم اجيب تلاتة وانا عمري ماستغل بتلاتة فانا بقولك لازم اقلقى متوازن بس لازم العب بليبرو وامليله نص المنطقة دي في النص دي لازم تبقى مليانة مالتها هو مش هقدر ينقل بقى ولا يجي غزلني ستارة موجودة كاتن البقى لو مأجرنا بقى يعني اعمالي تعال غزلك وروح اغزلك لا يعني ايوة وبقى اين عندك محمد صراح في ريسيبه بقى انت بتقوله يلعب باك يلعب سردباك فرود انا اقول لكابتل ان اول ما يا صلاح بيبتدي تحرك والكورة بتتحط بيحصل عملية ماليه كله بترعش محساها انه يعني كله في حلم من الخوف زيه كمان الله ما صلى على نبي رجع زي الاول ما زي الاول اول يعني تمانين في المية من لياقته ومن مجهوده ومارموش برضو شوف انا كنت معترض انه راك باللعب على طول لما نزل عشر دقائق قلب الدنيا طيب يعني تتوقع كابتل ممتش يخلص كم مسلا انا اتمنى غير التوقع اتمنى نكسب او اتمنى انه مخسرش بس يعني اتمنى نكسب ولم اكسناش اتمنى انه مخسرش ان شاء الله ما هو كده انت عزك انا كابتل ان الوقت القصدي يبقى اول واحد صفر اه التأهل اه ان امر التأهل ده تمنياتي ده تمنياتي وده امنياتي انما التوقعات الكورة ما اقدرش اتوقع في ماتش زي ده عارفوا الماتش التاني عندنا في مصر احنا مجردين واحد صفر اقول لك نكسب ثلاثة طيب عايز اخد رأيك كابتل ممكن حدثنا عن المنتخب هنفضل نتكلم فيه كتير غاية يوم اللقاء ان شاء الله ايه ان شاء الله لكن فيه في اليوم ده متشاط قوي جدا لو حياتك هتتابع انا متابع على طول بس اسأل سؤال انا حتى ادور على القنوات ما هي بتبقى على القنوات الوطنية الخاصة بتاعة المنتخبات دي يعني اتلاقي الجزائرية مثلا كاتهي اللي بتزيع ايه 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 احنا طبعا هنا كان اونتايم سبورت كان بتزيع بشكل جاي جدا وتخطيك جميلة جدا بالنسبة اونتايم سبورت طيب خلينا نقول نجيريا وغانا كانت تتوقع الماتش يروح لفين طبع انت شفت مستوى غانا في بتوت الأمة أفريقية والمستوى الفني نجيريا والنتيجة نفسها كانت كمان يعني تعتبر خارج الأرض بالنسبة لنجيريا معبرة يعني نتيجة جيدة لا هو نجيريا هتروح كاسا على نجيريا طيب المغرب وقوة كابتن المغرب شفت رام انه كسب بس كان وحش احنا مفتركش علمتش بس سمعت التعليقات محدش كان رادع المغرب طبعا الكواس مارداش انه يكسب بس دايعوا ضرب الجزائر كابتن هل بالك المغرب دا يروح برضو برغم التعادل دا يروح ضرب الجزائر المغرب فرق كويس هيروح المنتخب في المغرب هتبقى الوضع محتمل طبعا طبعا كل دا توقف على جماهرهم كل دا متوقف على الجماهير صحيح لأ هم يعني المغرب تونس والجزائر احنا هبقى عندنا احنا عندهم قدوة بالنسبة لهم شفتوا جماهرين المصر عملت ايه خلتنا منتخب مصر يعمل ايه صحيح طيب تونس ومالك كابتن تونس تونس الجزائر والكنان لا الجزائر الجزائر هزيني صالحوا جمهورهم برده صالحوا لانه اول مرة اخرج من الادوار الاولى في كاس بطولة العربية والافرقية الطولة الافرقية يعني مع عمرهم ما خرقوا كده من الاول